سؤال آخر عن قطرة العين والأنف أثناء الصيام هل تفسد الصيام؟ هو قطرة العين لا تفسد الصيام حتى وإن أحس البعض بمرارتها أو حاجة في الحل فقهاء الشفاء قالوا لأن العين ليست منفذ مفتوح إلا يبقى حاصل ده عبارة عن أثر مثلا أو حاجة يعني أو بتسرب عن طريق المسام فلا يفطر يبقى قطرة العين لا تفطر وده جماهير الفقهاء على هذا الكلام يعني قطرة الأنف الأنف بقى منفذ موصل للحل طبيعي وبالتالي على حسب نوع الأطرة واستخدامها لو هي موضعية يعني ما فيش استنشاق خلاص دي ما تفطرش عمزة الاستنشاق ده في الوضوء ما فيش مشكلة كده تدخل وتخرج على طول مش حتى تصل للحل لكن بقى لو خلاص الإنسان حيستنشقها فتتجاوز الخياشين كما يقول الفقهاء كده خلاص طبيعي أصلا هي حتى تصل للحل وبالتالي حتفطر وفي قطرة العين مطلقا حتى لو حسيت بطعم المرارة ده قطرة العين ما تفطرش أيا كان الأمر نقطة الأنف هتفطر لو وصلت للحل والإنسان بقى لو يقدر يأجلها لبعد المغرب يبقى أجلها مش هيقدر يستعملها ويعوض اليوم إذا كان هيقدر على الصيام فيما بعد ولو كان الأمر ده مزمن ومش هيقدر يعوض فيما بعد لأن الحالة دي كل يوم هيعمل كده يبقى في الحالة دي هو في حكم المريض مرض مزمن وبالتالي هتبقى عليه الفدية اللي هي إطعام مسكين اللي هي الحد الأدنى برضو السنة دي 30 جنيه عن كل يوم